ارسلت سيدة فاضلة يوما تسأل تقول وصلت إلى بلد أوروبي سمت البلد هي من سنوات مع أولاد الثلاثة صبيين وبنت لنلحق بزوجي المقيم هنا بدأت المشكلات بسبب تغير البيئة والمجتمع الرافض لتمسكنا بديننا الإسلامي المشكلة أن ابنتي المراهقة تغيرت لدرجة لم أكن أتوقعها من كل النواحي كان ذلك بتشجيع من المدرسة وأصدقائها سافرت قبل أشهر إلى دبي لأرى أمي وأبي وتركت الأولاد مع والدهم عندما عدت تفاجأت بأن ابنتي تريد الذهاب إلى نادي رياضي مختلط رفضنا أنا وأبوها وتناقشنا بشكل حاد في اليوم التالي ذهبت إلى المدرسة وأخبرت مدرستها أن أمي تمنعني من أقل حقوقي تدخلت البلدية فوراً وأنذرونا بسحب الأبناء مننا إذا عدنا إلى مثل هذا التصرف حاولت حل المشكلة منذ فترة بدأت ابنتي تفكر في العيش وحدها بحجة أنها أصبحت كبيرة وتريد أن تستقل مثل البنات الأوروبيات وتتحمل المسؤولية المشكلة القانون معها ومن الممكن أن تذهب إلى البلدية مرة أخرى ونتعرض لأخذ الأبناء منا لقد كانت ابنتي في الشام مؤدبة وكانت تحفظ شيئاً من القرآن الكريم وحفظت الأربعين النووية منذ شهرين اكتشفت أنها تتواصل مع شاب أخبرتها أن هذا حرام ولا يجوز ولكن لا فائدة بماذا تنصحوني؟ هلأ أنا جبت لك هلأصب ديئلك ياها تفضلوا يا أيها الإخوة بماذا تنصحون هذه المرأة؟ تفضلوا ليس لها إلا الهجرة لا حل آخر إلا أن تهاجر وكل من يلتف على هذا الحل فهو يزداد يأخذ وقتاً إضافياً لأجل أن تغرق الأسرة أيها الإخوة لا أرى لهذه الأم المتألمة والأب المشفق حلاً إلا بالهجرة من بلد لا يأمن فيه المرء على دين نفسه وولده إلى بلد يأمن فيه على دينه ودين ولده فالهجرة حدث تاريخي مضى لكنها مبدأ إسلامي حاضر ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعى أخي لي أم ما في شغل لي أم نتعطل لي أم تروح الشهادة ما عد يعطوا شهادة بنت طب أولاً ابني بيأخذ هندسة الله يقول هل تصدق الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعى قال المفسرون يجد في الأرض مكاناً ومتحولاً ينعم فيه بما يكون سبباً في قوته مع السعة في رزقه وعيشه بس ستقرر تهاجر من أجل تحفظ دينك رزقك على الله والشهادة الجامعية على الله والامتيازات والدرجات على الله قال القرطبير مفسر قال سعيد بن جبير إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام أذكر يومها أنني أجبت هذه الأم الكريمة جواباً مختصراً مباشراً أقول فيه عودوا بها إلى الشام أو إلى أي بلد تأمنون فيه على دينها بإسرع وقت الهجرة حدث تاريخي لكنه مبدأ إسلامي حاضر حاضر عند كل واحد فينا أيها الأخوة ما معقول أنت أمام بضع قروش تتنازل عن دينك ما معقول لإختصاص جامعي مغري تتنازل عن دينك ما معقول لك تعلم ابنك لغة أجنبية من مدرسة علمانية تتنازل عن دينك ما معقول لك ابنك البكالوريا تبعه ويطلع فوراً يسجل ببريطانيا ما تعتني بأمر الدين بس أخي المهم البكالوريا بيعطوه بكالوريا أوية هلأ إذا بيأخذ بكالوريا أوية وبيحفظ دينه منيح بس إذا بيأخذ بكالوريا أوية وبيروح دينه سامحني أنت لست على مسلك الصحابة كائناً من كنت يا شباب يا رجال يا إخوان يا أخوات المسلمون دفعوا ثمن دينهم كم دفعت أنت الصحابة حملوا هذا الدين بأرواحهم بأشلائهم ماذا قدمت أنت للدين ترجمة نانسي قنقر